بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم سكير عبدالعلي MVP Microsoft ونواصل في دورة Azure Services وبالتحديد Azure App الدرس الرابع وسنتكلم على الخدمة التي تسمى API App حيث عملنا مجموعة من الدروس حول الوباب اليوم في درس واحد سنتعلم الAPI App لماذا درس واحد؟ لأنه نفس الشيء ما بين الوباب هو نفس الشيء الموجود في الوباب هو موجود في الAPI App ونفسه موبايل أب فقط التخصص هذا خاص بالواب وهذا خاص بكل ما هو باكيند API REST وهذا أو GraphQL وهذا أيضا خاص بالباكيند ولا يوجد أيضا فرق كبير ما بين الAPI App هي عبارة عن باكيند أيضا فهذا API أيضا فسنعمل أيضا في الموبايل أب سيكون فيه أيضا درس واحد فقط أوجه الاختلاف أو ما هو مختلف في الموبايل أب ما بينه وبين API App لأنه في الاثنين عبارة عن API أما الـ Logical App سنتركه في الدرس يكون فيه مثلا مقارنة بين Automate وهي Power Automate و Logical App لأنها مجموعة من الـ Process وهي ضرورية جدا و موجودة بكثرة في سوق العمل و مطلوبها فالـ API App ما هو؟ كما قلنا أن ميكروسوفت توفر لنا استضافة في الـ Web App أيضا هي توفر استضافة أخرى في الـ API App فما هو الذي يميز الـ API App؟ عندما تعمل يعني يبرجمه عند الـ API App الخاص بـ Azure فأنك تتمكن من إضافة الـ Azure Active Directory يعني Security يعني الحماية بالـ Alt-App يعني بالـ Azure Active Directory وأيضا تفعل كل ما هو أساسه والأشياء الخاصة بالـ Alt-Tentification أوكي تستطيع الربط مع يعني كل السيرفير يعني Azure مع قواعد بينات Azure Services Database Storage كل ما هو Azure تستطيع يعني هناك الـ Connector والربط المباشر مع كل هذه يعني بسهولة تدعم لماذا نزلت إلى هنا ورجعت إلى هنا المهم تدعم مجموعة من اللغات اللي هي الـ ASP.NET والـ ASP.NET Core والـ Java والـ NetJS والـ PHP والـ Python إذن كل هذه اللغات نستطيع يعني إنشاء استضافة لها على مستوى Azure API App يعني ننشي API لكل هذا الـ Backend لهذه اللغات المستعملة في الـ Backend ونضعها في Azure App فهي مدعمة وكما تراحظون يعني أشهر اللغات موجودة يعني الـ C-Share طبعا والـ Java شيء أساسي والـ NetJS عبارة عن Javascript والـ PHP أيضا موجود في الويب ومشهور والـ Python أيضا بدأ يشتهر كثيرا في الويب أيضا نستطيع Utilization Swagger يعني نستطيع دعم Swagger أو Documentation Swagger تعلمون يعني نضيف Swagger بعض البرامترات في Source Code الخاص بنا فنتمكن من إضافة مكتبة Swagger وطبعا نضيف نيوغات الخاص بـ Swagger ثم بعض الـ Configuration فنتحص على الواجهة في الـ Code Source هل هذه الواجهة عندما نعملها بيبليكيشن على مساوى أو deploy على مساوى API App هل سيظهر Swagger بدون مشاكل؟ نعم فـ Azure يدعم الـ Documentation الخاصة بـ Swagger وضروري جدا بريزون شارج الـ Cross Origin يعني تعلمون أن عندما نشيء API ونشيء لها Swagger فالزبائن يعني تستطيع الوصول إلى Swagger إذا ما أردنا أن نعطيه يعني لبعض الزبائن فيضيف ويتعام مع الميتودات الموجودة بالداخل أما غالبا عندما نعمل API فلا نمرع Swagger بل يكون عندي منطقة Front End أو Postman وتكون مخفية يعني لا نعرض Swagger فـ Swagger يستعمل فقط لمرحلة الـ Dev والـ Test أما الـ Protection فلا نضع فيه Swagger فعندما يكون عندي تطبيق Front End فالفرونتند عندما يريد الاتصال بالـ API عن طريق URL هناك authentication GWT SSO يعني لا شيء كثير موجود في authentication بعد ذلك أيضا هناك حماية أخرى وهي عبارة عن Cross Origin فنستطيع يعني نعطيه ما هي URL التي تصل إلى هذا الـ API فليس أي من كان يرسل يعني طلبه لهذا الـ API فيستطيع الوصول إليه فهناك حماية نسميها Cross Origin أيضا 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 الـ API الخاص بالـ Azure فهو يدعم أيضا بصمان يعني نستطيع فتحه في بصمان وتنفيذ مختلف التعليمات كما تلاحظون في الـ الـ Microsoft تخبرك بكل الأشياء اللازمة عندما تسامل بصمان أوكي فهو عادي يعني API عادي فتسامل بصمان بكل حرية عند إنشاء API App يطلب مننا عندما ننشئ سواء كانت Web App أو API App فهو ينشئ لنا App Service Plan فهو عبارة عن شبه Container يعني شبه Container يعني للـ Application الخاصة بنا فهي مثل Container يعني عندما يكون عندك Docker فعند Container فهي شبه Container تضع فيها Application الخاص بك أوكي الآن نمرق إلى الأعمال التطبيقية ونبدأ بـ Azure هنا ونلاحظ أننا عندما نكتب API App تظهر API App هذه الخانة الأيقون فهنا نستطيع إنشاء API App كالعادة نحدد الـ resource group ونعطيه name لهذا API App نسميه مثلا My API App Blazer ونعطيه 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 هل يقبل المجد لا لأن هذا يصبح URL يعني My API App My API App Blazer أو Packant Blazer Packant ماذا يسميه My Blazer API App لأننا سنعمل Consume لهذا API عن طريق Blazer Blazer API App سيخبرك هل تريد Docker Container أو تريد Code أو تريد Static App فأقول له Code ثم هنا سأحدد Star هي .NET 7 الذي سأستعمله والWindows وهنا سأحدد الموقع France Central وبعد ذلك سيتكلم عن Appline Azure Appline سنتركه افتراضيا كما يعطيني هنا فقط هو Plan للدفع فقط يعني ما فيه Container ونضع فيه مجموعة من App ونقول له أريد الدفع بهذه النسبة فهناك Free و Standard و Basic سنترك هكذا بعد ذلك نعمل Create لدى نعمل Next مباشرة نعمل Create ونضغط على الزر وهنا سيقوم بإنشاء خدمة API App في انتظار الإنشاء سنذهب إلى Source Code إذن عندي تطبيق Blazer عادي فتحته بالطريقة العادية يعني New Template العادي لBlazer Blazer Web Assembly ولا Server عفوا هذا Blazer Web Assembly Blazer Web Assembly فيه افتراضيا Fetch يعني هذه الصفحة فيها Data يعني فيها Fetch Data فقمت بتغييرها كما تلاحظون حتى الأسماء نسيت أن أغيرها هنا فهنا DAT وكذا فنسأ نغير الأسماء هنا هذا Name وهذا First Name وهذا Last Name مثلا أريد عرض قائمة User هذا عبارة عن Blazer الذي سيقوم Blazer Frontend سيقوم ربما React ربما Angular ربما أي لغة أو Framework خاص بال Frontend فهذا Blazer Web Assembly خاص بال Frontend قلت له ابحث ما دام هناك User في قائمة الـ Users أكتب الـ ID والFirst Name والLast Name قائمة الـ Users ستأتي من أين عندي Class وضعتها هنا يعني من المفروض هذه Class هي عبارة عن DTO يعني Class Transfer Object التي تكون مشتركة ما بين الـ Backend والFrontend فتكون في DLL نسميه Common DTO أو نسميه Common Librar إلى آخره وعندما نريد إرسالها من الـ Backend هو يستعملها وعندما استقبال استقبال هنا أو الكست سيستعملها أيضا فلسرعة في الفيديو وقد عملت نسخ هنا لهذه الكلاس وكتبت أو غيرت الكود الذي يقرأ من الجزن الموجود في هذا تمبليت وقلت له ستأتي بالـ API لكن الـ URL لا أعرفه لم أمشئ بعد الـ Backend سنعمل هكذا وبعد ذلك نغير الـ URL إذن قلت له أعطيني الـ Data من الـ API Up هذا عبارة عن تطبيق Blazor WebAssembly وعندما يملأ هذا الـ Users سيذهب إلى هنا للعرض الآن نرجع هنا أنشاء الـ API Up لاحظ هذا الـ URL الخاص بي إذن أصبع عندي الـ API Up أستطيع الآن تغير السورس وعند ومثال سيسميها Users 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 سأسميها Users أوكي الآن الموقع لا يشتغل في صفحة افتراضية فقط الآن سأرسل له الـ Backend الخاص به إذن بعدما أنشأت Frontend سأذهب إلى انشاء الـ Backend الـ Backend يعني أخذت درس الـ Minimal API موجود في القناة الدرس وأخذت مثال على ما هو موجود الذي سعملنا فيها الـ Rolls والـ Users وكل شيء وقمت بالتغيير فالـ Endpoint التي أنشأتها في السابق كانت عبارة عن Endpoint تتصل مع قاعدة بيانات عن طريق Service يعني هناك Users سأعملها نسخ ونسقي لأخذ في الكتابة صحيحة إذن هذه الـ Endpoint وهي Users وستطلب Service سيطلب ميتود اسمها GetUsers GetUsers ترجع لقائمة Users سأذهب إلى Implementation هنا سأجد أنني نزعت الكود الذي يأتي بالداتا من القواعد بيانات عن طريق دابر وقلت له أعطيني Const يعني قائمة ثابتة هنا وضعتها هنا للتجربة سنجرب أولا هذا الـ API سنعمل Execute الذي لا يعرف درس الـ Minimal API عليها أن يشاهد دروس دورة الـ Minimal API وهذه التعليمات Delete Put ومن بين التعليمات عندي ميتود اسمها Users التي ستأتي بالـ Data الآن هنا لاحظ أنني في Local أريد أن أعمل Publication على مستوى Azure App فأضغط استعلمنا كيف نعمل CDCI الموجودة في Azure DevOps وتعلمنا عدة أشياء اليوم سنترك الطريقة العادية عند Visual Studio ونقول إذن أريدك أن تعمل Publish على مستوى Azure وأريدك أن تستعمل Service Windows Windows وهنا ما أخطأ أخطأ A0 Windows أخطأ 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 كانت الرسالة هنا خاصة بال Authentification يعني كان خلل في Visual Studio أععد الاتصال الآن أستطيع الوصول إلى Blazor API App الذي أنشأناه ونعمل Next ونقل ببليش لا أريد لعمل بل أريد Publication Direct يعني الآن سننتظر حتى ينتهي من الـ Publication ونضغط على الزر ببلي إذن نحضر أنفسنا في انتظار الببليش ونكتب Swagger وأظن أنه انتهى ولذلك نرى هذا لاحظ أنه لم ينتهي غريب يعني أكيد أنه لم ينتهي سننتظر قليلا اه انتهى نعم باللون الأخضر انتهى الآن نذهب إلى الـ User ونجرب اوكي وتلاحظون استطعنا الوصول إلى هذا السيرفيس عن طريق Swagger الموجود في Azure كما تلاحظون لو أخذنا هذا الورال وذهبنا إلى الـ Backhand وطبقنا الـ Backhand نذهب إلى الـ Backhand الآن ونريد تطبيق الـ Backhand هل سيشتغل عفوا Frontend Web Assembly وتلاحظون لدي مشكل Cross Origin هنا باللون يقول لي Cross Origin فكيف أحل هذا طبعا على مستوى Azure نرجع إلى Azure وفي أسفل API نجد Cross Origin نفعل Cross Origin ونقول نريد أن تقبل كل ما يعني هذا الرل في Cross Origin و Save ونعمل Refresh هنا وأكيد سيشتغل ترجمة نانسي قنقر